هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك سامو طعال الرحمن روحانية يومك الغير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان اللهم لا تحرمني من خمس ساترك وعفوك ورضاك وحسن الخطيم والجنة اللهم امين اهنا وياكم يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباب قلبي يا رب وكنوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال اللهم صلي وسلم وزدي وبارك على سيدنا محمد وعلى اي لي وصحبه وسلم تسليما كثيرا دي كده اجواء الشارع الرمضانية بتاعتنا حبيت كده اخد لا طبعا ان بقى الفيديو مصورة في رمضان فقلت احط ايه الشكل ده الزينة بقى بالليل وبالنهار تمام ان شاء الله النهار ده بقى الفيديو هيكون عن اول تجربة في الفرن بتاع البتجاز الجديد طبعا انا صورت الفيديو قبل كده في فتح الكارتونة ومكونات بتاعته واللغاية من الفني شغلولي وتشغيله والكلام ده قوله قلتوا ان شاء الله باذن الله هجرب معاكم كل حاجة عملي اول ما انا بستخدمه هشغل الفرن وهقول لكم برضو من لو في عيوب ولا حاجة ظهرت لان بعض العيوب البسيطة بس انا هتأكد بس من الفني هي دي يعني العيوب دي من استخدامي انا ولا فيها حل ولا ايه وهباردو ههرق فانا بشغل دلوقتي الفرن طبعا حطيت الفيشة والفرن زي ما قلنا بالاشعال الزاتي يعني مجرد ما انا لفيت البكر كده خلاص هي ولعت من تحت مش محتاجة بقى ولع كابريت ولا ورق ولا الكلام ده وعند الشاشة الديجدال كل حاجة قدامي فضغطي على اللمبة اشتغلت اللمبتين والمروحة برضو كده المروحتين اشتغلوا مع بعض هبدأ بقى اخرج هنا الصوجة لاني مش هحتاج مثلا الصوجة ما فيش دهون هتنزل ولا حاجة وهبدأ برضو اخرجت عندي الشوايتين اللي هو الشوايات بتاعته يعني من مش عايزها وعندي هنا رفين من الشبك فهخرج واحد عشان ما سخنوش على الفادي وابوص فيه طالما انا هستخدم واحد بس رف واحد والرف كده قلت اخلاق وخليه في النص لاني انا محتاجة استواني احطها في النص تمام وطبعا عندنا على يمين والشماع المطبئية عشان بحيث انا عايزة الرف فوق تحت زي ما يكون هو المطبئية لازقة فيه بتوصلني الرف زي ما انت عايزة خلاص كده بنا كده شغلت الفرن عشان يستخن شوية وعشان اول استخدام طبعا عشان يخرج اي ريحة هو اول طبيعي اول ما بتشغل اول استخدام بيطلع ريحة من مكونات التصنيع والحاجات دي كلها طيب انا دلوقتي جهزتي كيكا قلت هجرب فيها كده على السريع فعملت الكيكا سريع جدا بتاعت الخلاط بس ضعفت المكونات عشان هعمل الصينية دي واعمل كمان قب كيك في الصينية برضو تمام فاللي هو ايه سريعا كده اللي هو اتنين بيضة وكوباية من السكر والفانيليا وكوباية من الحليب ونص كوباية من الزيت ودربتهم في الخلاط وانزلت عندي بكوبايتين من الدي اي على معلقة صغيرة من البيكنج بودر وقلبت كده قلت لكم ان انا مضعفة الكيمية فحطيت في الصينية اللي هي مفرغة من النص دي طبعا مزودها شوية والصينية التانية حطيت اوراق الزبدة دي او ورق الزبدة وحطيت فيها الكوب كيك وطبعا شوية كده خلطتهم شوية كاكا وبحطها في النص عشان تديني كده ايه مربل كده بسيط خلاص كده الفرن كان ساخن معي عبل ما جهز الكيكة هابدأ احط كده ايه السنيتين في نفس الرف هو انا المفروض انه يعني عشان ده بياخد تسوية ودي تسوية تانية مفروض ما ياخدش حط الاتنين مع بعض يعني طبعا عارفين ان الكوب كيك ما بياخدش عشر دقايق او ربا سهب كتيره جدا انما الكيكة اللي بتطول شوية فانا ده بس الغلط ان انا كوب كيك لو انا هعمل صنيت كيكة يبقى صنيتين زيبعة فبشوف كده طبعا انا بشوف من بره من المراية اللي هو باب الازاز مبايين لي طبعا ارتفعت ما ارتفعتش فانا ما حبيتش ان انا ازبط بقى الطايمر بما ان انا متابعها وهنا بقى الرف اللي هو تحت ده قلت استغله ودفعيش لاني كنت بعملها دوقتي بالليل ساعة الصحور فخرجت العيش من الفريزر حطيته كده عصتاك برضو عشان ما بهدليش الدولاب من تحت ده لان ممكن ان انت تسوي فيه اي حاجة ب برضو اللي هو يعني حاجة تاخد وش فقلت ايه حطيته كده في الصاج وقلت ادفيه وهنا امتابع كده من بره بحيس انا لو شغلت الطايمر هيدفل وحده الفرن وهيدفل كل حاجة يعني انا نزبط الوقت مسلا ربع ساعة وعارفة ومتأكد ان هو يستوف كده فهو هيدفل وحده انما انا بشرته قلت هشوف هياخد معي قديه فطبعا بعد عشر دقايق يعني ربع ساعة بالتمام والكمال كان خلاص الكوب كيك خد اللون ده واستوي يعني من غير مفتح شواية هو من الفرن نفس كده لقيته خد الوش كده فقلت اكيد طبعا استوي يعني بما انا خد الوش من فوق فهو استوي تماما يعني لانه ما بيخدش اي وقت فخرجته بقى فهي دي الغلطة بس ان انا ايه فتحت عليه اصلا اه الفرن بس الحمدلله كان الكيكا دخلا في التسوية فما هفتدش ولا اي حاجة كده خلاص اهو اللون زي ما بقول لكم من غير مفتح ولا اي حاجة وخد اللون معي واستوي وتمام التمام تمام وبصوا بقى الحاجة اللي انا كنت بدايق منها قوي في تسوية الفرن وما كانتش بت تظبط معي ان كده بتخليلي الكيكا ثمره من جوه دي اكتر حاجة بتدايقني بصوا بقى بسم الله ما شاء الله طبعا يا لسه تخدم ولا خلت بني كده تفتح معي قلبها ابيض زي البفتة دي اكتر حاجة مفرحوني في التسوية ان قلب الكيكا ابيض لان كنت دايما ما اجا سوفي البتجازي القديم او الفرن الصغير الكيكا طالع طعمها جميل بس اللون بتاعها مسفر غامق كان يقولوني من تسوية الفرن ان هو درجة الحرارة عالية عليه فكنت هاتى لما هاتى برضو ما تظبط معي اللون انما كانت تطعم تبقى مزبوطة يعني اما كانت مثلا لو طلعت معاك بيضة ونية اما تطلع مثلا غامقة تبقى زيادة التسوية بتاعتها او الفرن مش مزبوط عليها بس بصراحة موضوع اللي هو المروح في الفرن ده بيزبط التسوية جدا ان يطلع معاك قلبها ابيض وهي مستوية من غير اصل مفتح الشواية قالص هي لونت خلاص من فوق من تحت مفتح الشواية ده ده بالنسبة لقاب كيكا وتشوفوا معاها دلوقتي برضو سنية الكيكا لما تطلع هي طبعا العلام اللي بيضل لفوق دي عشان بس انا مالية العجين اكتر من القلب يعني هو القلب المفروض ياخد كمية اصغر من كده بس انا زودته في الكمية عشان تديني ارتفاع لكن هي القلب بتاعها مستوي انا جربته كده اختبرته بالسكينة لقيتها مستوي اخدت معايا بالضبط نص ساعة اسنية الكيكا قدت نص ساعة انما الكوب كيك يطلع بعد عشر دقايق ويكون استوى كمان قلبت خلاص الاسنية الكيكا وقطعتها وقطع معاكوا دلوقتي الترنشاط بتاعتها بصوا بسم الله ومشاء الله اكثر ح بصراحة التسوية بتاعتو والبيض بتاعهم وان شاء الله بازن الله برضو هسوي في حاجات تانية زي مخبوزات بقى ومعجنات وسواني و deixa برده فرخ فيه على الشوايا الجريل كل ده ان شاء الله هعمله معكم عملي عشان برضو اقول لكم اتباع عنه واستخدامه والحاجات دي كلها عشان برضو الناس اللي عمعت officially تسألني على التجربة فيه والكلام ده فانا قلت لكم ان شاء الله كل حاجة اقولها لكم وهعملها معاكم عملي والناس اللي عملا تسأل على سعره واسمه انا قلت يا جماعة اسمه هو ام جي والموديل بتاعه اسمه اه هالك شيف وهو سعره خمستاشر الف والامانة خمستاشر الف اللي خمسين جنيه عشان هم قد قول لي باربعتاشر تسعمائة وخمسين بس ايه يعني خمسين جنيه من الخمستاشر المهم هو سعره خمستاشر الف جنيه بس انا عايز اقول لكم في بعض العيوب بدأت تظهر معايا فانا هتأكد بس هل العبدة مني انا كاستخدام ولا اه من التصنيع نفسه ولا انا يعني فيه غلط او فيه سوق تفاهم هفهم ده كله من الفني لان بصراحة اه يعني خدمة ما بعد البيع ممتازين جدا 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 دي برضو حاجة مريحاني اه بتعاملوا معاك وبس طوب كويس جدا وكل شوية تصلوا عليك تتطمنوا لما اتصلت عشان يجي الفني يركب لي فبتوع الشركة نفسها تصلت هو الفني وصل لحضرتك في الوقت المناسب طيب اخد منك اي مثلا عمولة او اي فلوس وتولهم لا يعني هم كانوا مؤكدين علي ان انا ما تدوش اي حاجة لا حق الاجرى ولا حق اي حاجة هو اول مرة او طول ما هو في الصيانة ما بتدفعيش حاجة يعني فهمني يعني خدمة ما بعد البيع لغاية دواته كويسة جدا وبرضو الفني بتوصل معايا الواطس لو اي حاجة بقوم مصورها وبيفهمها لي ويوضحها لي مثلا اعملها ازاي او الصح بتاها ايه وان شاء الله برضو في اي مميزات او عيوب بتزهر معايا في البتجاز اصورها لكم وانها لكم عاملي وبكل مصدقية اشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم